اشتركوا في القناة العالم كله حيعجب بك وانا شايفيك من اجمل زاوية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا عبدالله الشرقاوي حيكم في بيكاست اجمل زاوية بتأكيد بيكاست اجمل زاوية في هذه الحلقة سنتحدث عن شيء مهم جدا جدا لكل الدول مهم لكل انسان مهم لكل شركة ومؤسسة في كل البيوت مهم انه انحنا نتكلم في مسألة البرتوكول وعلاقته بالاتكايت والبرتوكولات السياسية والبرتوكولات الرياضية والاقتصادية كل شيء عنده حتى البرتوكولات الشرطية والبرتوكولات الجيش فيه اشياء كثيرة جدا جدا عندها برتوكول ولازم الناس يلتزم بيهم عشان نقدر نستفيد من حلقتنا لهذا اليوم اخترنا شخصية ملمة تماما بعالم البرتوكول وايضا تنظيم الفعاليات والاتكايت في دولة قطر وكلنا يعرف دولة قطر ويعرف التنظيم الرائع جدا جدا اللي حدث لكأس العالم 22 وايضا بطولة اسيا وكل الفعاليات التي تقام في قطر تنظم بشكل مميز وهذا الامر ايضا يحتاج البرتوكولات ويحتاج الى ترتيب دقيق جدا جدا اسعد ان يكون ضيفي في بيدكاست هذه الحلقة في اجمل زاوية الاستاذ عبدالله الملة المدير مطحف قطر الرياضي رئيس النادي الاهلي وايضا الرجل البرتوكولي رقم واحد انا بقول في قطر وفي عالم الرياضة مرحبك استاذي اهلا وسهلا فيك وشكر لك هذه المقدمة والاطراء حقيقة يسعدني ويشرفني ان اكون معاكم في هذه الحلقة وان اكون ضيف خفيف على المشاهدين وهذه فرصة ان انا اقدم جزيل الشكر لبلدي قطر اللي كانت يعني المنارة الاولى او انطلاقتي في عالم المراسم وبحور المراسم والبرتوكولات اشكرهم على ثقتهم ان اعطوني هذا التوجيه في العمل من خلال المراسم والعديد من البرتوكولات التي صادفتني في مسيرتي الرياضية التي قاربت اكثر من اربعين عام اكيد البرتوكول والمراسم والاوتيكيت وعندها علاقة بسلاكيات الانسان استاذي وفترة الانسان وطبيعة الانسان حتى يكون مرتب ان يكون برتوكولي من الدرجة الاولى ويكون عنده اوتيكيت ويكون عنده ترتيب لوقتهم الحقيقة يعني شوف اذا جينا لمفهوم البرتوكول او المراسم هي عملية تنظيمية لاجراءات وقواعد لتنظيم وحسن سير العمل من خلال الفعاليات من خلال المؤتمرات من خلال الاجتماعات من خلال الاحداث الرياضية قطر تميزت ولله الحن في استضافة العديد من البطولات سواء كانت دورات منفردة الرياضة او متعددة الرياضات حقيقة كان ليش شرف اني انا اكون من ضمن فريق العمل في دورة الالعاب الاسيوية الدوحة 2006 وانطلاقة الحقيقية كانت في المراسم من هذه الدورة وهي طبعا ثقة السيد عبدالله القحطاني المدير العام للجنة المنظمة لدورة الالعاب الاسيوية وطبعا قبلت التحديانة ودخلت في عالم المراسم والبرتوكول وحبيت الشغلة الحقيقة لان اولا تكون مطلع على كل ما يدور في اروقة البطولات واروقة الاجتماعات واروقة الندوات والحقيقة استفدت كثير من اخواني اللي سبقوني في عالم المراسم ويعني اذكر على سبيل المثال سيد ابراهيم علي المالكي مدير المراسم والتشريفات في الديوان الاميري وكذلك السيد احمد جاسم الملة مدير المراسم في وزارة الخارجية وكذلك اخوي سلطان مبارك المهندي مدير العلاقات العامة ومدير البرتوكول والمراصم في اللجنة الولمبية القطرية يعني اعطوني من خبراتهم وعصارة خبراتهم وكيفية التعامل مع الضيف من وصوله من لحظة وصوله الى قطر الى مغادرته ثاني مرة دون يكون هناك اي ارتباك او دون ما يكون هناك اي سقوط طبعا وعالم المراسم لا يتحمل السقوط الحقيقة لذلك يعني التنسيق دائما يكون مع فريق المقدمة لنعرف يعني ما يحبه الضيف وايش اللي ما يحبه على اساس ما نقع في الاحراج مع الضيف عنده حضورة في الاستقبال في حضورة الاجتماع في حضورة البطولة في المباريات طبعا هناك جهد كبير وفريق عمل متكامل الحقيقة خلف مدير المراسم ولولا الفريق المدير طبعا ما يكون لوجود لان النجاح مشترك لفريق العمل لرؤسائي اللي اعطوني هذه الثقة وكذلك الدعم الكبير اللي احنا حصلناه الحقيقة في دورة الالعاب الاسيوية من سمو الشيخ تمي بن حمد الثاني عندما كان وليا للعهد ورئيس اللجنة المنظمة العليا لدورة الالعاب الاسيوية وعطانا كل الثقة ووفرنا كافة الامكانيات لكون قطر تستضيف اول مرة بطولة متعددة الرياضات وحضور اكثر من 14 الف رياضي وتقريبا ستة الاف مدرب وفني وكذلك رؤساء وفود فيطلب جهد كبير الادارة يعني عملت بكل جد واجتهاد الحمد لله وقدرنا نوصل البطولة الى بر الامان جميل عداك في احداث كثيرة سياسا يعني جاد حنتكلم فيها من ضمن كاسعالة ومؤاسية وبطولات عالمية كبيرة جدا جدا سواء كان في مختلف المناشط التينيس والسباحة برضو حدث فيها نوع من البرتوكول والترتيب الجيد جدا جدا لكن يعني بداية انا يعني بعد المقدمة والتعرفة العلمي للبرتوكول كلمة بورتوكول هل كلمة مركبة ولا طبعا الاصول اعتقد ان هي اصول تأتي اصول فرنسية في البرتوكول كوننا فرنسا هي دولة معروفة في العالم المراسم والبرتوكول ومن ثم انطلقت وانتشرت الى كافة الحال العالم الحقيقة يعني لو قلنا يعني مفهوم البرتوكول انت لو تطلل من بيتك في بيتك في بيرتوكول معين مثلا انت كرب الاسرة طبعا اهلك ينتظرونك لغاية ما توصل البيت فقبل ما يعني تقعد على الطاولة سواء للحديث او على طاولة الطعام في بيرتوكول خاص للاب الاب مثلا يجلس على رأس الطاولة والابناء يجلسون على الطرفين وطبعا امهم يجلس على الطرف الاخر فلذلك عملية تنظيمية بحتة ولازم يعني الجميع يلتزم فيها سيكون ان هذا مدام ان الولد او الابن لما يحس ان فيه نظام داخل البيت راح يطبقى خارج البيت سواء كان في مدرسته سواء كان مثلا مع اصدقاءه سواء كان في جامعته فلذلك يعني شغلة المراسم شكل ما قلت لك هي حلوة جدا والعديد من الناس لا يعيرون كثير من الاهتمام للمراسم ولكن في فعاليات ورسميات عندما عندما يعني مثلا حضور رئيس دولة او رئيس اتحاد او رئيس دولي او يعني رئيس مجلس ادارة شركة فهناك برتكول يتم اعتماده قبل البدء في انطلاق الاجتماعات اللي سواء كانت اجتماعات جمعية وعمومية او حفل عشاء او خلافة لذلك الاعمال يعني تختلف من مكان لمكان ولكن المفهوم المراسم يظل هو واحد حياتنا الطبيعية فيها برتكولات كثيرة زي ما انت ذكرت في البيوت لكن بتختلف بعد ذلك البرتكول الرياضي والبرتكول السياسي عندها رواتب معين او عندها ترتيبات معينة ما في شك شوف انو اقولك البرتكول السياسي من اصعب البرتكولات ولذلك نلاحظ ان عندما رئيس دولة يعني يتوجه الى دولة اخرى في فريق المقدمة ليش يروح فريق المقدمة ليس فقط لا اعداد السكن واعداد المواصلات لا اعداد العديد من الامور الخاصة بالرئيس المستضيف لما يحضر رئيس الدولة يروح هناك يعني عنده كل المعلومات يعني سوف يتطرقون لها اثناء الحديث على اساس ان لا يقع في حرج من الطرفين يعني يمكن يسأل السؤال ولا يعني يكون محرج بالنسبة للا فياخذون كل المعلومات سواء كانت مثلا المعلومات الرسمية او المعلومات الشخصية للرئيس مثلا او لرئيس الجمهورية او مثلا الرئيس الوزراء مثلا او حتى وزير او مثلا مدير او رئيس منجلس ادارة لذلك فريق المقدمة عليهم عبء كبير باستفاء بكافة المعلومات هذه ووضعها تحت يد المسؤول او مدير مكتب الرئيس لاطلاع الرئيس على كافة الامور اللي يجب اتباعها من الطرفين يعني من الدولة المضيفة والدولة او الضيف اللي رايح للدولة اه التي تستضيفها عشان ما تحدث اخطاء ما تحدث كده طبعا ولانه بتأسر بعدين في دبلوماسيات طبعا يعني لو فرضنا يعني لو لو يعني جاء رئيس الدولة وجلس مكان غير مكانه فبيكون احراج للدولة التي استضافتها ما تقدر تقول له والله قوم ولكن رأيكون هناك من بعد الحدث المسؤول عن البرتكول هو اللي بيكون يعني يسأل لماذا حدث هذا فتجنبا لحدوث مثل هذه الامور لازم هناك طبعا تنسيق كامل ربما اقول لك صفحات وليس مثلا صفحة او رؤوس اقلام ولكن صفحات من ناحية الجلوس من ناحية وضعية العالم الدولة من ناحية يعني اثناء قبل بدء المباحثات الرسمية مثلا هناك حوار ودي بين الرئيسين ايش بيقول له فاكيد عنده المعلومة اللي يقدر يفتح معاه موضوع ويتناقشون وديا قبل الدخول والشروع في المحادثات الرسمية لهذا فيما يتعلق بالرياضة انا اختراح الجانب السياسي ابتعدت عنه لانه صراحة عالم عميق وبعدين عالم معقد معقد جدا لانه يعني تكون على يعني مدار الساعة على مدار الساعة تكون يعني منتظر اي لحظة تستدعى اي لحظة نطلب منك معلومات ولكن في الامور الرياضية لله الحمد طبعا الرياضة هي التي تجمع الشعوب وتجمع رؤسة وتجمع كل محبين الرياضة وهذه سهلة بالنسبة لي بس رغم ذلك تحدث بعض الهفوات يعني انا ممكن اذكر لك بس اذا تسمح لي في عام 2004 استضفنا نادي اي سي ميلان في ملعب الغرافة وكننا طبعا المباراة بين اي سي ميلان ونجوم دوري قطر كلمة تعارف يعني دعينا اعضاء السلك الدبلوماسي وكان سفير دولة من الدول مبدون ذكر اسم طبعا جاء الى لبى الدعوة وحضر لكن احنا حطين مكان خاص لاعضاء السلك الدبلوماسي على يسار المنصة الرئيسية والضيوف الاخرين يعني في المنصة على يمين فشاف زميل واحد السفراء قاعد فوق فقال انا بروح قاعد فوق فانا انا كنت مسؤولة المراسم ولازم تكون يعني شخصيتك تكون حاضرة وقوية فقلت له يعني انا اسف لكن ما تقدر تقعد فوق ليش لان احنا مخصصين قسم خاص لك ولاعضاء السلك الدبلوماسي قال لا بس زميلي قاعد فوق قلت له زميلك مش انا اللي قاعد بس انا باقول لك شيء لو صاحب الكرسي حضر المباراة انا اروح اقوم السفير من مكانه وقلي يقعد مكانه الاصلي وهذا احراج له تبي تروح روح له فالسفير قدر الموقف قاعد وبالفعل جاء الضيف ولما جاء الضيف الثاني رحت لفوق قلت له سمعت هذا الكرسي خاص بالضيف والضيف وصل سعد السفير وتكرمت احنا حاطين لكم قسم خاص للي بعت هذا الدبلوما وراح يعني بكل ود تخبل فقام وقاعد احناك السفير اللي كان يبيروح يقعد عنده يعني قال الحمد لله ما رحت ولك كان ينحرج فامور يعني ساعات تصير الهفوات هذه ولكن لازم تكون عندك دبلوماسية طبعا بدون عمل ازعاج بدون ما حد اللي حوالك يعرف تروح تكلمه بكل هدوء وصارت في بانكوك كذلك يعني حادثة صارت في بانكوك في بطولة افتتاح البطولة الشاطئية في بانكوك سفير دولة معينة بعد جاء المنصة الرئيسية وطبعا السفراء ما كان لهم المنصة كانت صغيرة فكان لضيوف فقط فجاء وقعد فجأت انا كلمت مدير البحثة الخاصة بالدولة قلت له سمحت يعني السفير ما لا كرسي يقعد على الجهة اليمين على الجام قال لي زين شكرا بس يعني ارجو انك ما تحرجها انا بروح اقومة قلت له انا لو كنت بيحرجها ما جيتك ما كان جيتك انت انت رئيس الوافت مدير البحث اروح كلمه وراح فساعات تحصل وساعات احراج ممكن يقول والله ياخي انا ما قدر اروح اكلمه لا انا اروح لان انا ادي عملي في الاخير لاني لو انا خليتها انا اقع في حرج من صاحب الكرسي اللي المفروض هو يقعد عليه بالاضافة انه ممكنه حاسب يعني حاسب اكيده حاسب فالذلك يعني لازم تكون عندك سرعة البديهة حضور شيء يعني قوي لك وكفتك في المنصة لما توقف وتقعد الضيف يحس ان انت بالفعل فاهم شغلك طيب استاذي المسأل دي بخلافة الدراسة وكنت احتاج لي موهبا شخص يقومه في صناعة البرتوكول طبعا ما في شك انه لازم اولا دراسة وبعدين حبك للشغلة تعطيك قوة وتعطيك الخبرة وتعطيك المكان اللي انت بتوصلها رغم صعوبتها وتأقيداتها صراحة يعني ساعة تتعامل مع مثلا مع الاسر الحاكمة في المحافلة الرياضية يعني تعزم واحد يجيك عشرة معه وصارت في بطولة كاس العرب هنا في قطر انا كنت مسؤول عن القرعة البرتوكولية وليس الفنية فجاء الرئيس وافد دولة وقال احنا ثلاثة بس لازم نقعد في الصف الاول قلت لانا اصف الصف الاول لرئيس الوافد فقط وكانت ايام ايش الجائحة والكورونا نجد تخلي كرسي وتخلي فاضي يعني عارب بين واحد وواحد تخلي فاضي فقال لي ارجوك وهذا يعني لا مكانت في البلد قلت له والله علينا عيني وراسي ولكن انا شوفها مستحيل مبصع بمستحيل اصويها لانا لو سويتها في دول ثاني بتقول ايش معنا قاعت هذيلا فانت تبي تحضر رئيس الوافد مكانت موجودة في الصف الاول لكن الاثنين اللي معاه في الصف الثاني والثالث اقدر اقعده بالفعل تقبل الوضع يمي معتا ما يتحمل البرتوكول عايز تمشي دغري في البرتوكول ما يتحمل المجاملات ما في مجاملات لان اذا جاملت في مرحلة ثانية بتجي على راسك لان بخلاص بيتعود كل مرة بيجي بيقول لا والله انا بساوي كذا وبجي بيقعدوني لا احنا شوف اقول لك احنا العرب يعني للأسف انا قل معلش نحترم القواعد ونحترم البرتوكولات لما نحضر دورات اولمبية بطولات عالمية خارج بلدنا محطنا العربية في بلداننا ما في حطل في بلداننا يقول لا يا اخي انا وضعي وما وضعي طيب يا اخي انت وضعك الدعوة جات حق من هك شخص تجيب معاك مثلا عدد كبير اساس تحرج الدولة المظيفة صعبة فلذلك الدولة العربية شوية يعني لمازالوا في هذا التفكير اللي قلت لا والله انا جيت وجماعتي لازم يكونوا معاي لا ولما يروح بره في الاولمبياد في كذا والله يحترم ويمشي مثل الساعة ما يقول لا والله يبغي زيادة اقول اكي اتفضل هذه مقابل هذه بدفعوه ما في مجملات انا يعني انا عصرت دورات الاولمبية عصرت الدورات الاسيوية انا حضرت خمس دورات اسيوية العاب اسيوية خمسة وحضرت اربع دورات اولمبية وبطولات متنوعة في كل الرياضات تقريبا كنا احنا نستضيف الدورات فاحنا نروح نشوف ونشاهد ونقعد معه كمراقبين في البطولات هذه ونتعلم منهم وللأمانة اقول لك يعني بالنسبة لنا احنا الحمد لله قطعنا شوط كبير في قطر في تنظيم البطولات وخصوصا في المنصات الرئيسية يعني انا اقول لك في بطولات العالم مثلا بطولة ابطال الاندية العالمية اللي صارت في قطر كأس العالم للاندية مشت مثل الساعة يعني التنسيق مع الفيفا تنسيق مع اللجنة المحلية مع مسؤول المراسم في الفيفا واخواني صراحة في بطولة كأس العالم الأخيرة 22 يعني أبدأوا الحقيقة في تنظيم واستقبال الضيوف رغم العدد الكبير والمهول حقيقة بين دبلوماسيين وبين كبار شخصيات وكل واحد يبي يقعد في الصف الأول وكل واحد لا في نظام وتم تعميمه على السفارات على الاتحادات على الرأسال الوفود اللي جاية يعني ما في حراج قلنا احنا نطبق نظام كأس العالم أو نطبق نظام المجلس الأولمبي لا سوي في الدورات الأولمية أو نطبق بروتوكول الاتحادات الدولية المعمول بها مثلا في كرة اليد أو الطائرة أو السلة فإحنا لكل أمانة يعني استفدنا كثير من استضافة البطول قطر استضافت من 2006 لين اليوم أكثر من 600 بطولة فلك أن تتخيل كل هالبطولات العدد المهول من الضيوف اللي جوا استقبالوهم من المطار إلى الفندق إلى تصاريح للفعاليات حضور المجتمعات المواصلات يعني شيء شيء صراحة بكل الدقة والحمد لله أكيد الدول تختلف يعني بروتوكول دولة من دولة الأخرى بيختلف يعني في قطر يختلف من السودان يختلف من باقي دول الخليج يختلف كل دولة عندها خاصيات وتفاصيلها في البرتوكول طبعا هو في الشكل العام وبعدين في الشكل الخاص الشكل العام يعني ممكن معظم الدول عندها نفس الشيء ولكن بعدين بتصير شيء يقولونها كاستمايزد يعني يفصلوها على ما هم يريدون في بروتوكولهم الخاص فيهم بالدولة مثلا مثلا في بعض الدول يقول لك والله الرئيس يقعد تجنبه مثلا الرئيس وزراء الجهة المقابلة للضيف مثلا في بعضهم يقول لك لا والله بيقعد تجنبه ولي العهد حسب يعني شيء يقولوها الأسبقية الأسبقية أو كبر السن أو كذا يعني في ناس بتنظر للبرتوكول يعني بتاع طبقات عالية يعني في الحياة البسيطة مثلا يعني في البيوت يعني في الداخل البيوت في بروتوكولات في تنظيم في كدام كلها يخصيبنا بروتوكولات ويفتكروا البرتوكول بتاع طبقات معينة في المجتمع هم يطبقوها سيدة عبدالله هم يطبقوها بس لا شعوريا في كل بيت في بروتوكول يعني لا يقول والله هذه ما لطبقات العليا أو الاستقراطية لا في بروتوكول الحين أنا أقول لك مثلا أنا جيت دقيت عليك الباب أقدر أدخل بدون ما أستأذن أو أني أنت لأن أهلك موجودين وكذا صح فهذا إجراء والإجراء شنو هذا البرتوكول لدخول بيتي لما تطق الجرس تنتظر لما أجيك حتى في القرآن مكتوب يا أخي في سورة الحجرات أعتقد أنه في آية يعني تستأذنون قبل ما تدخلون صح ولا لا فهذا بروتوكول القرآن مكتوب القرآن الكريم هو الدستور اللي إحنا طبعاً قدنا منه كل ما يفيدنا إحنا كمراسم في الدول أنا أتكلم لك عن دولة قطر يعني ولإلا الحمد للنا إحنا يعني استفدنا من تجارب الغرب استفدنا من تجارب إخواننا العرب استفدنا من تجارب الدول الشرقية أنت تعرف يعني بأقول لك يعني في دولة من الدول في اليابان بروتوكولهم لا يعقل لا يعقل يعني تجديد بأقصى درجات التجديد عرفت يعني لما أنت هي تبتتسلم على الامبراطور أو مثلاً تقعد جنبه ما تقدر تقعد جنبه على وان لاين لا يراجعوك 25 سنتيمتر وراء شوف البرتوكول لأي درجة هذا ليج أنه خلاص تحترم تحترم بروتوكولهم فأنت تقول يا أخي أنا بعد يا أخي أنا رئيس دولة يا أخي لا أنت رايح له لكن هو لما يجيك يحترم بروتوكولك فلذلك شوف يعني امبراطور مثلاً في اليابان ما يقعد مع صف واحد يعني لأنه عندهم الامبراطور استغفالله أنا كانوا إله في اليابان ولكن يعني لهم إجراء معين أنه ما يقعدون الضيف على نفس المستوى نفس الدرجة أو وان لاين يعني الخط المستقيم اللي أنا قاعد عليه هو يقعد جدام هنا 20 سنتيمتر صور هو قدامك دفع تحترم بروتوكول يجيك مثلاً جاك في قطر يحترم بروتوكولك بس يعني دائماً دائماً يعني إحنا واجهتنا بعض الأمور مثل هذه مثلاً في الدول الشرق آسيا فكنا نأخذ نستعمل شوية الذكاء في البث التلفزيوني ما نأخذها من الجنب عشان يبين نأخذها من جدام الشوت لما تأخذ من جدام كنا نعايش عليش على خط واحد خط واحد جميل طيب أستاذ يعني أنت عندك تجارب مختلفة جداً جداً وعدة يعني نقول إدارات الآن أنت بسي تبواها هل البرتوكول فيه قاسم مشترك؟ والله شوف القاسم المشترك هو الاحترام احترام اللوايح احترام النظام احترام القواعد احترام الموظفين احترام المسؤولين هذا القاسم المشترك اللي هو فيه البرتوكول قواعد وإجراءات تحترامها هذا القاسم المشترك بس فيه ناس بيقول لك لا والله يا أخي إحنا إخوان وإحنا ما يحتاجون لا لأن العملية التنظيمية تعكس مدى تقدمك وحضارتك لما تقعد مع واحد من الغرب يشوفك أنت يعني مم مهتم في أمور مثلاً طريقة أكلك مثلاً وأنت عنده مبعب ومو عندك لا يعني بيأخذ عنك فكرة أنه ما زالوا متخلفين التنظيم حلوي يا أخي ما يعني ما نشوف يعني فيه شيء أكيد أكيد الشخص المنظم الشخص المنظم والمرتب في حياته هو الناجح يعني هو اللي بيمشي اللي قدام الفلسفة النشاط الرياضي الأولمبي يعني وثقافات الموجودة فيه في الأولمبي طبعاً مشترك في كل دول العالم هل يعني يعكس نوع من البرتوكول الموحد للمنتمين في النشاط الأولمبي؟ والله يشوف يعني الرياضة عموماً هي طبعاً أسهل الطرق إلى الوصول إلى الناس إلى قلوب الناس المراسم الأولمبية طبعاً هي طبعاً الجهل المسؤولة الأولى في العالم ومن ثم تنبثق منها كل الاتحادات وكذلك المؤسسات الرياضية الأخرى المعاهد الرياضية يعني كلها تنبثق من تحت الميثاق الأولمبي طبعاً الميثاق الأولمبي له ثلاث ارتكازات هي طبعاً الإكسلنس والتمييز الريسبكت اللي هو الاحترام والثالث شيء اللي هو الفرنشيب الصداقة هذه القيام الأولمبية الثلاثة هي اللي كونت لك كل هذا النقاط اللي تتحدث عنها الإكسلنس طبعاً الامتياز هو طبعاً تضيف لك نقطة أنه في فوز وفي خسارة وفي ميدالية ذهبية وفضية وبرونزية الريسبكت الاحترام اللي يقام على احترام المتبادل بين اللي جان الأولمبية واحترام المواثيق والعقود التي توقحها الدول فيما بينها وهذا طبعاً داخل في من ضمن المراسم والبروتوكول الصداقة الفرنشيب هذه طبعاً هي اللي دائماً ما يعتمد عليها الأساس الأول الحقيقة والهدف من إقامة هذه البطولات هي التعارف والصداقة ولذلك نلاحظ أنه بالنسبة للمراسم دخله في كل فرع من هذه الفرع أكيد المراسم يعاد احترامك لقوانين مراسم احترامك لللعبة الانتقال التلعب احترامك للمنشط طيب أستاذي البروتوكولات الرياضية عندها تأثير كبير جداً جداً في 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 على مستوى العالم في الأندية في المنتخبات في المناشط المختلفة يعني شوف دائماً نسمع أن والله الدولة هذه وقعت اتفاقية مبادئ أو اتفاقية مشتركة ما بين الدولتين في تنظيم الفعاليات في تبادل الخبرات في إقامة الفعاليات في الاستفادة من الخبرات بعض كل هذه طبعاً تأتي من ضمن البروتوكولات اللي توقع بين الدول وبين الاتحادات والاتحادات الأهلية أنا بريد أقول لك شيء واحد كيف استطاعت قطر أن تكسب ثقة الاتحادات الدولية أقوى اتحاد في العالم اتحاد الفيفا صح ولا لا؟ عبارة دولة الحقيقة يعني إذا كانت أنا نتكلم لأيام هابيلانك وبعدين جوزيب بلاتر والآن جيانيان فنتينو كانها دولة ورئيسها يعامل كرئيس دولة صح ولا لا؟ وبالأكس وبعد نولاد عامل أكثر من رئيس الدولة أكثر من رئيس دولة عندك الاتحادات الدولية الأخرى القوة اتحاد السلة الطائرة القدم والعديد من الجنباز والسباحة وكل هذه الاتحادات كيف قطر حصلت على ثقة هذه الاتحادات؟ بملحان استضابة هذه البطولات الكبيرة ترى مو بشيء سهل أقول لك أنا وش يعني عشان أنا والله قطري وأقول لك لا والله إحنا خذناه لا ترى هذا جاءت بعد جهد جبار كبير والدعم من القائمين على الرياضة وعلى رأسهم سمو الأمير الوالد في تلك الفترة اللي وضع حجر الأساس ووضع قطر على الخارطة الرياضية وجاء ابن بعده سمو الأمير الشيخ تمين الله عفظه في دعم الشباب القطري ودعم كل ما يعني يرفع من مقام دولة قطر في المحافل الدولية فأنت استضافت يعني شو إحنا في سنة استضافنا بطولة العالم لألعاب القوى 2019 وفي نفس السنة استضافنا البطولة الأولى لألعاب الشاطئية أكثر 206 دول حضروا في هذه الدولة استضافنا بطولات كرة الطاولة أيام كانت الجائحة وكل مغلق ما عنده قطر مفتوحة فهذه كسبت ثقة الاتحادات الدولية استضافنا بطولة العالم للسباح ونجحت نجاح من قطع النظير وقبلها طبعا بطولة كعس العالم التي سطرت قطر بأحرف من نور اسمها في المحافل الدولية الحقيقة رغم كل اللي قيل عن قطر ولكن في الأخير قطر لم تنظر إلى الخلف ولكن تنظر إلى الأمام ونجحت نجاح يعني الآن جياني أمفنتينو في كل مناسبة يشيد بتنظيم في قطر وأكبر ذليل الآن بطولاتهم في أمريكا والمكسيك وكندا الأخبار اللي اسمعها مش طيبة صراحة يتحسرون على يوم قطر الحقيقة لأن كانوا عايشين يعني في شاكل لك في أبهى عصور بطولات العالم الحقيقة ولذلك ليس ببعيدة الآن أي اتحاد مثلا تعمل بطولة أول ما تذهب تذهب إلى قطر والآن احنا عندنا بطولات يعني في الجاي الفورميلوان عشر سنوات كأس العالم للشباب كأس العالم للشباب كأس الناشين خمس سنوات تعادل الدولة أعطاك ياها كأس آسيا ألفين وخمس وعشرين وألفين وسبع وشرين دورة الألعاب الأسوية بعد ستة وعشرين سنة بعد أربع وعشرين سنة ترجع ثاني مرة إلى قطر إن شاء الله في عشرين ثلاثين ونتمنى إن شاء الله إلى الأمام في عشرين ستة وثلاثين الأولمبياد يعني كسبت احترام الجنوية الحقيقة لأن قطر لما تخدم الملف يعني تلبي كل ليس فقط ما هو في الملف ولكن أبعد ما في الملف البرتوكول يلعب دور كبير جدا جدا في اتفاقيات في كسبك لثقة الاتحادات الدولية والاتحادات القارية نجاح كأس العالم أكيد ضاعف مهمتكم أنت كشخص تهتموا بأمر البرتوكول وتنظيم الفعاليات في إنه قدمتوا شي ما حترجعه خطوة آخر حتمشوا قدام أكيد هو علم كبير جدا جدا هل هناك دراسات ممكن تكون دراسات علية للبرتوكول والله طبعا نشوف أخوي أنا يعني أتكلم لك عن نفسي ولكن أكيد الأخوان في اللجنة المنظمة لكأس العالم لجنة الأرث ما في شك أنها عندها من المعلومات ويعني الأرث الكبير اللي تركتها كأس العالم مجلدات الحقيقة بإمكانهم أن عمل إجراء بحوث وعمل دراسات وأتمنى يعني أحد الشباب القطري يمسك بزمام هذه المبادرة من الشباب اللي ممكن يعمل بحث كبير ويحصل على ضوها شهادة الدكتوراه في كيفية كيف وصلت قطر إلى ما وصلت إليه في الفعاليات الرياضية بهذه السرعة الكبيرة أنا أتكلم لك من عام 1900 يعني النشاط الرياضي بدأ في قطر عام 1957 ولكن فعليا نقدر نقول من عام 1979 عندما تم تأسيس المجلس العالي للشباب وتأسيس اللجنة الأولمبية القطرية في نفس السنة وصارت عضوها في اللجنة الأولمبية الدولية في عام 1981 يعني فيه ما شاء الله كم من المعلومات وكم من البطولات وكم من الأشخاص اللي عملوا بكل جهد وإخلاص يعني لبناء قاعدة رياضية صلبة تقف عليها قطر للأجيال القادمة بإمكان أحد الشباب وأتمنى جامعة قطر يعني أن تتبنى هذه الخطوة بإجراء يعني وضع يعني شي يقولون عنه منهج لدراسة الدكتوراه للكم الكبير من البطولات التي قطر استضافتها إذا تعرف دولة قطر في دورة الألعاب الأسوية الخامسة عشر الدوحة الفين وستة وضعت سقف التنظيم أعلى المستويات قبلنا كنا في بوسان الفين واثنين وقبلها كانت في بانكوك ثمانية وتسعين كانت مستويات يعني مجرد إقامة بطولات ولكن الرفع المستوى والمعيار إلى أعلى ستاندر يعني اللي استضاف بعد قطر ما قدر ينزل فلازم يضطر يطلع فوق فنفس الشيء مع كأس العالم كأس العالم المفروض أن الآن يعني الدول اللي تستضيف ستاندر قطر ستاندر قطر وللعلم طبعا أنا مدير المراسم في المجلس الأولمبي الأسيوي فأنا لما أروح أعذر البطولات الدورات الأسيوية سواء كانت الصيفية أو كانت الشتوية أو الصالات يتحدثون عن بطولة الدوحة 2006 أكيد يعني لأن شافوا شي ما شافوا في الدورات الثانية في 2006 في 2006 وليومك هذا يذكرون يعني كل الفعاليات اللي تمت كل الأحداث اللي صاحبت هذه البطولة صعود سعادة شيخ محمد بن خليفة الثاني لإيقاد الشعل على ظهر الخيل على ارتفاع مدرجة 40 متر في جو ممطر لم يكن شيء سهل ولن يتكرر الحقيقة يعني الدول اللي بعدها استضافت الأسياد وحاولت تعمل شيء قريب من هذا زين بس لم تتمكن من فعل ما فعلته قطر فهذه كلها طبعا مدرجة في ملفات وفي أرشيف كبير للاستفادة منها أتمنى يعني أن أحد الشباب شباب قطر المخلصين في التوجه بعمل دراسة والحصول على درجة دكتوراه تميز قطر في البطولات أكيد التميز في التنظيم والنجاح في البرتكول ودي حاجات ماشة مع بعض كله وفي قسم واحد طيب أنت يعني الآن في منصب رياضي وهو رئيس نادي الأهلي كبير نادي عريق زي تأثنين زعلان أنت من الآن نعمل زعلان بالعكس أخي هذا النادي يعني أنا نشأت في هذا النادي منذ يعني كان عمري 12 سنة أيام كان النادي في الحارة عندنا وكان فريق الناشين قبل الاندماج مع النادي النجاح عام 72 لما اندمجت الأندية فقط الأهلي اندمج مع النجاح والوحدة اندمج مع التحرير بمسمى العربي العربي وإحنا بمسمى الأهلي قطر والعروبة بمسمى الاستقلال ومن ثم رجعوا إلى قطر طبعا الوكرة والخور كانوا والسد تموا كأسماء ولكن هذه الأندية اللي كانت الأهلي واحد من النادي العريقة جدا جدا في قطر والله يشوف الأهلي النجاح الأهلي متأسس 68 ولكن النجاح هو أول نادي في قطر 1950 فلذلك الآن تأسيس النادي الأهلي أخذنا بيش بتأسيس نادي النجاح اللي احنا نعتز فيه طبعا 1950 وكنا احنا عميد الأندية عميد الأندية النادي الأهلي ورأسة النادي الأهلي برضو فيها نوع من المظام والبرتكول برضو أكيد الوسط الرياضي متشبع بالعلاقات الاجتماعية الكبيرة مشبع بالمجاملات الكثيرة جدا جدا أعطينا تذكرة أعطيك إيش دخل إيش دخل إيش كل الحياة بتتعارض مع البرتكول وأنت رجل برتكولي بحث يعني والله يشوف نعمل كل ما ذكرته أعمله ولكن خارج نطاق البرتكول يعني حتى لو اضطر أن الساعات مثلا إذا حد طلب مني تذكرة ولا شيء أنا مثلا أشتريها ولا أكسر قاعدة البرتكول أشتري التذكرة وأعطي التذكرة ولا تكسر القاعدة ما أكسر القاعدة ليس عسف لا يأخذ علي بأن يعني أبد الله يطبق علينا البرتكول ولكن لما جاء في نادي بدأ يعني يكسر القواعد البرتكولية المعمول فيها أنت طبعا أنت بيتحضر مباراة تفضل هذه تذكرتك تفضل هنا أقعد هنا بعيد من الشيء طبعا المنصة دائما تكون للمدعوين أنا ما أقدر أخذ كرسي شخص وأعطيك يا لا هو لازم بعد يتفهم الشيء هذا لذلك يعني إذا كانت مباراة دولية فيها الاتحاد مثلا وفيها المسؤولين عن الرياضة وفيها من الدولة المضيفة الفريق اللي بيلعب ضد دولة خطر مثلا أو المباراة فيها جهات سبانسر فيها يعني العديد من الجهات اللي هي المتعاونة ما تكتب يعني ما تعطيهم حقهم في مثل مساعدوك ودعموك فأنت لازم تقدم لهم الواجب هذا من خلال أسس معمول بها على أساس يعني تبادل المنافع نعم جميل طيب أستاذة حصلت لك مواقف بورتوكول في بطولات كثير مواقف بحرجة كده ودخلتكم في مشاكل والله كثير أنا قلت لك قبل ما نسجل قلت لك أنا بالنسبة ل يعني السفير جمهورية الصين وحنا كنا يعني كنت أنا مدير البطولة بطولة قطر والدولية لكرة الطاولة في إحدى البطولات يعني اللي تستمرت ما زالت مستمر لله الحمد من عام أربعة وتسعين لليوم خصوصاً إشكالية المراسم في مثلاً وجود طريقة وضع العلام العلام الدول الكود كالر ما للعلم الدولة كيفية وضع العلم لازم هذه الأمور كلها تكون ملم فيها بالتنسيق مع الدولة الدولة المستضيفة من الوفد اللي حاضر لهذه البطولة إذا مش ما في وفد في سفارة تتصل مع السفارة وتسلم كل الأمور اللي إنلي إحنا لازم نتجنبها فصارت بعض الإشكاليات لوجود مثلاً علم دولة المفروض ما يكون لها علم تأتي تحت ميثاق اللجنة الأولمبية الدولية فلازم تستخدم علم اللجنة الأولمبية الدولية في المحافلة الرياضية وليس لها نشيد وطني لها نشيد الوطني للأولمبي هذه مثلاً واحدة من الأشياء في بطولات مثلاً في بطولة الألعاب الأسيوية في 98 في بنكوك إحنا طبعاً كنا قاعدين في المنصة وفجأة سمعنا النشيد الوطني لدولة قطر مع أنه ما في لاعبين يعني كنا نسبقة سيدات في 98 ما كان عندنا نضع سيدات هذه المنطقات فسمعنا يعني الحقيقة يعني وضعوا نشيد الوطني لدولة قطر عندما فازت لاعبة من جمهورية الهند فاحتجوا الجمهور واحتجوا الوفد الرسمي على الدولة المضيفة يعني ما ندعوه في هناك يعني العديد من الأمور البرتكولية اللي أنت لازم تخذ كل الاحتياطات مثلاً في دورة الألعاب الأولمبية في أثينا جاك روك كان رئيس اللجنة الأولمبية الدولية في افتتاح الدورة كان يلقي الكلمة جا واحد من الجمهور يأخذ المكروفون ونروح صور وين الأمن وين ما أتك كيف دخل وإيه والله فالأمور هذه لازم تأخذ كل الاحتياطات البرتكولية والترتيب وخصوصاً عند رفع العلم عند عصف النشيد الوطني لأن الآن في الأولمبيادة يعني أقول لك كبرتكول ما نقدر نعزف مثلاً نشيد وطني دي جيكتين لا يقول لك تعالي اختصرة فنسأل الدولة صاحبة النشيد الوطني كيف تختصر تختصر فأنت تختصر مش أنا عشان ما يعمل علي مشكلة فأنت تجي تقول لي والله أحنا وكي هذا الاختصار يطلب من الجهة المسؤولة في الدولة عنده فيجيبوها يعطوه النوتة مختصرة يعطيهم إياه ويعزفون فهذه أمور برتكولية ما تقدر أنت تدخل في يعني يعني منوشات مع الدولة تقول والله هذا أساء استخدام النشيد الوطني هذا يعتبره جريمة في دول يعني يعني في مثلا دورة الألعاب الأولمبية في اليونان 2004 طبعا كل دولة الفريق لما يوصل يأخذوهم وين على القرية الأولمبية لللاعبين هناك هناك تم عزف النشيد الوطني إذنا بدخول هذه الدولة إلى وصولها إلى القرية مثلا أتصور أن يعني دولة من دول الخليج عزفوا نشيد نشيدها الوطني من أمريكا اللاتينية بدل من يعزفون النشيد الوطني لهم يعني العديد من يعني الالتباسات اللي تصير ولكن يعني عشان تتحاشاها لازم أنت تكون برو أكتف أنت تروح له أنت تشوف منه الكلار كود ما للعلى ما تشوف النشيد الوطني إيش الكراسي طريقة تجليس الناس في المنصة هذه يعني أكبر هدك لمسؤول المرازم أكبر شخصية بتقعد شوف دائما رائع الحفل رائع الحفل على خط الخمسين يار دا في الملعب نص الملعب رائع الحفل في النص هلو جنبه المسؤول الدولة اللي تلعب الافتتاحية ضدها يسارة رئيس الاتحاد المسؤول عن اللعبة تتعرف طولة كأس العالم عندنا يعني أول ما كنت مسؤول المراسم في القيس مانيجمنت وبطولة العالم للأندية وكنا نتناقش عن طريقة جلوس يعني رئيس الاتحاد الدولي وين يقعد قال لا رئيس الاتحاد الدولي يقعد في النص على خط الخمسين يارجل قلت له ليش قال لأن الحدث حدثنا قلت له اوكي لا بس أنا الدولة مظيفة صاحب الدولة أنا الدولة المظيفة وين بتقعد رئيس الدولة أو أمير الدولة قال لأنا قاعدة على يمينة قلت له سلامتك ما يقعد تبي أنا أعطيك حل ثاني أنت هدفك أنه هو رائي الحفل هو صاحب الحدث لازم هو يقعد جنبه رائي الحفل والفريق يقعد على يمين أنفنتين وانتهت المشكلة قال لي خلاص كان يبي يأخذ يعني زمام أنه هو هو الصاحب الحدث يعني هذا شيء ما هو منوع طبعا ما يصير يا أخوي ما يصير برض النظر مين ما يكون الدولة المظيفة هي صاحبة الحق وانت جاي أنت لازم تحترم برتكولها برتكولنا يقول أنه رائي الحفل أو الأنرقست أدر وايس لش تدعي عشان قاعدة جمك من نفس المستوى في المسألة بتاعت البرتكولات السياسية ممكن يكون الرئيس واليمين وطوالي موجود والله تشوف البرتكولات السياسية أنا صراحة لا يعني أتعمق فيها ولا أفتي فيها صراحة لأنها تختلف من دولة إلى دولة هناك اتفاقيات تصير ما بينهم وقبل الجسمة يعني تصور أن حتى على طاولة العيش مثلا لها نظام معين شلون إذا كانت الطاولة مستطيلة لها نظام وإذا كانت طاولة دائرية لأنها ضام وإذا كانت الطاولة مربعة لها نظام شلون تقعد ضيوفك فكلها أمور لابد تكون مؤلم فيها كهذا مسؤول البرتكول السياسي فأنا أقول لك الله يعيني يعني طيب أنت ذكرت أن اليابان واحدة من الدولة الصعبة جدا جدا في البرتكول نعم في الدولة العربية والله إذا تعفيني من هالسؤال أحسن لا أنا أقول لك في الدولة العربية يعني ما احترامي لهم وكل شيء ولكن القلة القليلة التي تلتزم بالبرتكول القلة القليلة أنا أقول لك شيء واحد في بطولة بطولة العربية دورة الألعاب العربية اللي صارت في لبنان ما أذكر أي سنة ولكن أعتقد كانت 2011 أو لا 2006 2006 أيام رفيق حريري الله يرحم الله تطور ست خطابات افتتاحية ستة في أي بطول هيقول لي أنت ستة في يوم الحفل يوم الحفل افتتاح واللعبين واكفين في الأرضية الملعب ست خطابات هاي هاي بتجواب على السؤال والبرتكول بقول واحدة البرتكول يكون واحد لك واحد لي واحد كدولة مستضيفة ورأي الحدث مثلا إذا كانت اتحاد العربي اللعب الرياضي أو اتحاد الدولي كورة القدم أو المجلس الأولمبيل أو الالتحاد الدولي كلمة كلمة ما اسمها لك ستين ألف كلمة واللعبين مشكلة شوف الآن حتى يعني الآن في الأيام هذه دائما مثلا اللجنة الأولمبيية الدولية أو مثلا المجلس الأولمبيل الأسيوي أو اتحادات الدولية بيقول لي أن دائما نحاول نخفف في بعض يقول ما نحتاج طابور العرض وإذا بتسوي طابور العرض قلل الوقت لأن اللعبين أولا بيمشون في طابور العرض بعدين ينتظر علشان الكلمات عنده اليوم ثاني عندهم برايات فيقول لك لا خليها بدون فيقللون في الكلمات يقللون في الحفلة الافتتاح يعني أفضل يعني وهو النظام قابل أنه ممكن تعدل فيه وتضيف فيه أشياء طبعا عفيتك من الدولة عفيتك من الدولة العربية اللي ممكن تكون أشدة في البرتوكول أو برتوكولة زي اليابان ولا قريبة من يابان لكن عدم الالتزام بالبرتوكول يدخل الناس في إحراج ويعكس عدم ثقافتك يزعلون مشكلة شو بيقول لك يعني إذا أنت أسأة استقبالي بزعل يا أخي إذا أنا جيت وانت داعيني وأنا قاعد وأشوف في الصف الأول واحد أقل مني بزعل تعتبر عدم احترام يعني تقدر تقول عدم احترام أو عدم تقدير لذلك بعض الدول بعض يعني رؤساء الدول أنا أقول ما يروحون لأن يدرون إذا راحوا ممكن يعني لا يستقبل الاستقبال الجيد جميل طيب في حاجة ميثاق معين عالمي للبرتوكول والله أشوف في البرتوكول السياسي لكن برتوكول رياضي للأسف ما فيه وأنا يعني أنا لما كتبت النسخة الأولى من الرمية الصائبة يعني رحت الله يسلمك مكتبة في سنغافورة ورحت مكتبة الكونغرس في أمريكا ورحت مكتبة في بريطانيا مكتبات في بريطانيا أدور على كتب في المراسم الرياضية عشرة أختبس منها وحطها في الكتاب بأن هذه مكتبة من مكتبة الكونغرس أو مكتبة الرياضية في ميكان ولا كذا ما حصلت فلذلك أنا أصريت أن أطلع النسخة هذه كتاب كتيب دليل أرشادي للناس اللي يعني تسوي البطولات الاهتمام بكبار الشخصيات من لحظة وصولهم إلى مغادرتهم بكافة الجوانب جميل المسألة مهمة جدا جدا أن الناس تتعلم البطول أن تلتزم به في حياتي اليومية حتى عشان تعكس عشان تربية أولادك تربية صحيحة لازم يكون عندك نهج معين في حياتك ما شبه اللي هو البطول أننا أنا عرفت أننا نربط في حاجاتنا هذه تقول لهذه بطول تجهيز كاميراتك حطيتني والإظاهة هنا وحاولت أن الوايرات لا تبين كله إجراءات مجرد إجراءات تنظيمية وتمشي عليها من مكان لمكان والله ساعدتني جدا بالحديث الطيب معاك استفدت كثير من خبرتك الكبيرة في عالم الرياضي وفي تنظيم الفعاليات أنت رجل موسوعة أستاذ الفاضل وأكيد نحن نلتغي أكثر وأكثر وحنتكلم كثير إن شاء الله في مجالات مختلفة في الرياضة وانت راجل نظمت عدد من الفعاليات والآن ماسك واحد من أجمل الأشياء الممكن تحدث في قطر مطحف رياضي كبير تشرفت أنت أنا أنا ما أجل المتحف الرياضي معنات ما شفت شي تعال شوف يا أخوي متحف على المعايير أعلى المستويات مستوى سفدحي 476 قبل الميلاد إلى اليوم 2020 توكيو عندنا قاعة من طبعا قاعة الشعلات الأولمبية كلها أصلية 23 صيفية و23 شتوية أفضل مئة لاعب في العالم لهم قاعة خاصة بكل إنجازاتهم أخلاقياتهم واللي عندهم منشطات مش من ضمن اللاعبين هذي وانت تلاهظ أسماء ونجوم مثل مارادونا ماريان جونز بن جونسون هذه ما لهم وجود في المتحف عندي لأن عليهم ملاحظات من الشطات وعندنا تاريخ الرياضة قطر كدولة مستضيفة في القاعة خمسة وتاريخ الرياضة في قطر من عام 1940 لليوم وعندنا قاعة خاصة متخصصة في اكتشاف المواهب اللي هي قاعة الأنشر الرياضية فشيء يعني يستحق أنك تزور إن شاء شكرا لك كثير أستاذ العفو وأنا سعيد جدا حيوف خفاف على المشاهد ونتمنى أننا قدار ما نعطيهم بعض المعلومات اللي إحنا ما نبينا احتفظها لنفسنا ولكن هذه معلومة من حق الناس تعرفها شكرا كثير أستاذ عبد الله الملة كان ضيف عزيز علينا في بيكاست في هذه الحلقة بتأكيد كل الناس اللي تشاهدنا حينلتغي إن شاء الله في حلقة جديدة من بيكاست أجمل زاوية وأكيد مع ضيف مختلف لغناي يا مستحك الهنى أوه يا أمنيات وهواي ملا سواك الهنى أوه بختارك انت وكفاي مهما خطاي ملتاك شافت سواك أمكنا بلادي وبحبك شديد بلادي وبحبك أنا